هل تريد سؤال حاجة على المهاجم؟ لا أنا كنت علق على موضوع الماتشاط على موضوع الماتشاط النقطة الأولانية أنه الأهلي عنده مشكلة كبيرة جداً في وسط الملعب في المباراة اللي جاية مباراة المصري مروان عطيها أجازة عمر السلية إصابة قالوا يودي يانجا هيسافر لإجراء الكشف الطب في الخلود السعودي وأكرم خارج كماسك رجليه ما عندهش إصابة لكنه مجهد أكيد بعد مباراة النهاردة عنده اثنين لعبة فقط لغير إمام عشور ومحمد مجدي أفشا وكوكة مع المنتخب الأولمبي فأنت فجأة تحولت من فريق عنده التمن اللي لعبه في وسط الملعب لفريق مش عارف يكمل الماتش الجاي بالكتير هيلعب أكرم هو مجهد هيلعب أكرم وأفشا هو إمام دول المتحقين بدون دك بودلاء فدي أزمة هتواجئ الأهلي بداية من مباراة المصري آخر نقطة إنه في مجموعة من الأرقام الكتابسية اللي كان بيتكلم عليها محمود رقم واحد إنه الأهلي بيرسل علشان يوصل لأكبر عدد من الأهداف مسجل في تاريخ الدوري المصري الأهلي مبقيلوا تمام مباراة محتاج يسجل 16 جول عشان يوصل لرقم 75 جول وده الرقم القياسي في تاريخ الدوري المصري اتنين إذا ما استطاع النادي الأهلي الفوز بكل مباراة القادمة كل مباراة القادمة سيصل للفوز رقم 29 كاسراً الرقم القياسي السابق المسجل باسم النادي الأهلي ب28 فوز رقم ثلاثة الرقم القياسي لعدد المباريات الفائز بيها النادي توالين مكتوبة مسبقا باسم مالو الجزي ووريني فايلر بسبعتاشر مباراة الاهلي فقط يحتاج لثلاث مباريات على التوالي كي يحقق الرقم القياسي فبنتكلم على مجموعة من الأرقام القياسية كلها مشجلة على الأقل مشترك فيها مالو الجزي لو قدر كولر يكسب كل المباريات اللي جاية فهيكسب كل الأرقام اللي عملها قبل كده مالو الجزي